اقتحامات للمقرات وإشعال حرائق في أحدث موجة استهداف تطال التجمع اليمني للإصلاح في العاصمة المواقتة عدن أفاقت المدينة مرة أخرى على حريق يلتهم المقر الرئيسي للإصلاح بمدينة كريتر الفاعلون هم أنفسهم أفراد ملثمين محمولين على سيارات تابعة للشرطة ينفذون مهمتهم ويرحلون تهداف مقر الإصلاح في عدن هذه المرة تزمن مع حملة مداهمات واعتقالات طالت أبرز قيادات هذا الحزب الأكبر في معسكر الشرعية تحت عنوين واتهامات تطاله بالتورط في أعمال إرهابية محتملة أو كادت أن تقع أتى الدور على تلك الأحزاب وفي مقدمة حزب الإصلاح الذي لم يكن بعيد أو بريء من إغماس يده واضح وضوح الشمس ولم تكون هذه أول عملية بل أؤكد أمام الملع من أنها لن تستني أي مقر حدث وضع السلطة الشرعية ومعسكرها في مأزق كبير خصوصا وأنه يأتي في سياق توجه وصفه المراقبون بالاستئصالي لكونه يطال الهندسة الحالية المتفق عليها للمشهد السياسي وتستهدف في الوقت ذاته البعد الوطني في معركة استعادة الدولة الأحزاب والتنظيمات السياسية الرئيسة في معسكر الشرعية عبرت في بيان بهذا الخصوص عن بالغ القلق حيال التداعية المترتبة على حملة الاعتقالات التي طالت قيادات وناشطين في حزب التجمع اليمن للإصلاح بمحافظة عدن وعبرت عن خشيتها من تبعات هذا العمل الذي قال البيان إنه ينذر بتهديد الحياة السياسية باليمن والتعددية الحزبية التي تعد أبرز مكتسبات النضال الوطني وأهم ركائز النظام السياسي في البلاد هذا الإجماع يكشف طبيعة التطورات الجارية في عدن وأهداف التحركات الخطيرة التي يصنفها المراقبون بأنها تأتي في سياق الاستهداف المتعمد للسلطة الشرعية ولحواملها السياسية وأدواتها التنفيذية في المناطق المحررة وجهة نظر عززها حادث الاعتراض المسلح من عناصر خارجة على القانون لموكب رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبد بن دغر وهو في طريقه إلى المضاربة لافتتاح أحد المشاريع التربوية في المديرية التابعة لمحافظة لحج وفيما ينتظر الشارع موقفاً رسمياً من جانب الحكومة حيال ما يجري يعبر البعض ممن تابعوا أحداث الساعة الأخيرة في محافظة عدن عن مخاوفهم من أن تتكرس سلطة أمر واقع أمنية موازية ومناهضة للسلطة الشرعية على نحو يدفع بالمدينة إلى جولة عنف تتوفر كل أسبابها وأدوات تغذيتها في شارع متوتر ومنفلت ومنفلت